إذن مشاهدين هدنة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقترحة تتأرجح بين شروط إسرائيل المسبقة وتباين مواقف تل أبيب الداخلية فالتطورات العسكرية والسياسية هنا تشير إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس لم تتضح بعد بحسب المراقبين رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو رأى بالمقترح الأمريكي لإطلاق سراح الرهائن دون القضاء على حماس في غزة اعتبره غير مكتمل وزيراء الأمن القومي والمالية الإسرائيليان انتقدا الخطة وهددا بإسقاط الحكومة في حال تنفيذ المقترح أما زعيم المعارضة يائر لبيد فيرى أن الحكومة لا يمكنها تجاه الخطاب بايدن المهم متعهدا بدعم نتنياهو إذا استقال شركاؤه اليمينيون من الائتلاف وكان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر شددوا في بيان مشترك على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي وكان بايدن اعتبر أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق الهدنة مؤكدا استعداد إسرائيل للمضي قدما ببنود المقترح أما حماس فتقول إنها تنظر بإيجابية إلى المقترح مشددة في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة موسيقى